واختم حضراتكم ببروتوكول تعاون بين الكنيسة ومؤسسة فاهم للدعم النفسي شاهد توقيعه اليوم قدست البابا المعظم الأنبة ودروس الثاني في المقر الباباوي بالإسكندرية مثل الكنيسة في التوقيع صاحب النيافة الأنبة يوليوس الأسقف العام للكنيس مصر القديمة أسقفية الخدمات وصاحب النيافة الأنبة ميخايل الأسقف العام لقطاع حدائل أبا ومقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان في نفس الوقت وأيضا بالإضافة للمكتب الباباوي للمشروعات اللي بيمثله السيدة بربرا اسليمان بالنسبة للمؤسسة فاهم للدعم النفسي مثلها معالي السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أماناء المؤسسة ووزير الهجرة والمصريين بالخارج سابقا في مصر دي خطوة جاية في إطار حرص الكنيسة الإبطية الأورتدوكسية على نشر ثقافة الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي للأسر وزاوي الاحتياجات الخاصة والمرضى النفسيين بالتعاون مع مؤسسات مختلفة في الدولة لفهم أن المرض النفسي زي بقية الأمراض العضوية ما هواش وصمة عارو وتوجيه دعم لهؤلاء المرضى وأسرهم البروتوكول هيستمر ثلاث سنين قبلها للتجديد هتهدف لتوفير خدمات دعم صحة نفسية للأسرة المصرية توفير أخصائيين وأطباء نفسيين أكفاء مدربين على التعريف بالأمراض النفسية وتوعية الخدام وقيادات الدينية العاملة في الكنيسة بالمرض النفسي وأعراضه وأيضا التعرف على المريض النفسي والمشاركة في تنظيم ورش عمل وفعاليات تدريبية حول الصحة النفسية